اكد معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفاء الخليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي اكد على أن الأزمات العالمية أثرت في توازنات القوى الدولية والمجتمعات الإنسانية خلال السنوات الماضية جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في النسخة العاشرة من منتدى الفكر والثقافة تحالف مراكز الفكر والثقافة العربية الذي استضافه المعهد الملكي لدراسات الاستراتيجية بالمملكة المغربية ذلك بحضور سعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى التي ترأست الجلسة الأولى من المنتدى وقال معاليه بأن البنى التحتية الصحية والاستعلانات الطبية أصبحت من أبرز محددات المستقبل في فترة ما بعد كورونا إضافة إلى ما أحدثه الصراع في أوكرانيا من تجاذبات ما أعاد ترتيب أولويات الدول العربية والخليجية مشيرا إلى مواقف دول الخليج العربي المحايدة بما يراعي مصلحة الأمن والسلم العالمي هذا وأصدر المشاركون توصياتهم بضرورة تكييف الدول العربية علاقاتها مع القوى العظمى من أجل الحفاظ على سيادتها واستقلالها الاستراتيجي وإنشاء هيئة عربية عليا لوضع مقترحات للتقارب بين الحكومات إضافة إلى تفعيل التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وبناء اكتفاء ذاتي عربي وتحقيق الشيادة في المجالات الاستراتيجية الحيوية